قالت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلس الأمريكية أنه ما لا يقل عن سبعة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار وأضافت الإدارة في بيان إن المسعفين نقلوا أربعة رجال وثلاثة نساء إلى مستشفيات المنطقة بعد إطلاق النار قرب معرض للسيارات بجنوب غرب المدينة وأضاف البيان أن ما لا يقل عن ثلاثة من الجرحة أصيبوا بأعيرة نارية من بينهم رجل وامرأة في حالة حريجة